السلام عليكم عيدكم مبارك سعيد دعوكم بروكة اليوم جيت نقدم معكم سابلي حلوة العيد اللي غدي نحتاج لها ميتين وخمسين قرام ديل زبدة مارغارين يعني رابعة زبدة مارغارين دايبة بحرارة المطبخ عندي هنا زلافة معامرش ديال زيت نباتية عندي زلافة ديال السكر سقيل مغربل عنحتاج تلوط البيضات وغادي نحتاج معلقة ديال سيريلاك تحنتو وغربلتو او لغرد تحنتو فقط ما تحتاجوش بلا ما تغربلو عندي هنا جوج معلقة كبار ديال حليب بودرة وعندي قبيصة ديال الملحة وغادي نحتاج كذلك الساشية ديال سكر الفاني وكيلو ديال الطحين يعني هذا الخالي تعني نحتاج ليه كيلو ديال الطحين الابيض ديال الحلويات عندي هنا زبدة دابت شوية بحرارة المطبخ باش نقدر نعجنها يعني مع السكر يعني تقدر تعجل ليه ما تبقاش محببة غادي نخدمها اولا مع هيو سكر غير زبدة وسكر نخدمهم زيان عن ضيف ليهم ساشي ديال سكر الفاني منع مني تخدم لينا السكر السقيل والزبدة غادي نزيدوا لهم زلافة ديال زيت نباتية هادي نخدمهم زيان بهالطريقة هادي ندخلو الزيت والزبدة والسكر يعني احتي ولو بحل كريمة هنضيفوا بقيات المكونات غادي نضيفوا آآ سيريلاك هو مشي ضروري غا روك يعطي واحد للتزوينة الى ما توفرش معليش غادي نضيفوا كذلك الحليب بودرة وقباسة الملح بالنسبة لسيريلاك على شكتليكم متحنوه غير لا يكون غلاد بتاع القمح اللي كيكون غلاد يعني غير بش ما يجيناش محبب في في الصابلي ديالنا واخيرا غادي نزيدوا وماشي اخيرا يعني في الاخر غادي نزيدوا البيض آآ عادة غادي نبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية حتى يتميلون جالية آآ البيض ديالي مع مع المكونات نتخيق طبيعة الحال مغرب من قبل غادي نضيفوه شوي بشوي ومبدأوا نجمعوه في العجينة ديالنا هتصاب لكي يجي لديد ورائع جربوه ما عاد ندموش عادي هم بدأوا نجمعوه شوي بشوي العجينة ديالنا من بعد ما تجمعت لنا العجينة ديالنا يعني ما كتكون قاصحة ما كتكون مرخوفة بزاف كنقطعوها على القيس اللي بغينا يعني على شحام مشكل بغينا نشكلوها آآ يا ثلاثة يوجد الأشكال على حسب الشكل اللي بغيتونتو ما شحام مشكل عندكم وغادي نديروها يا إما في سلوفان يا إما في بلاستيكا ميكا وغادي نديروها في تلاجة ليلة كاميلة أو لنهار كله عاد نخدموها من بعد بعد ما خرجناها من تلاجة ليلة كاميلة غادي نفرشوا بلاستيكا لتحت وغادي نديرو في العجينة ديالنا ونديرو ملفوقها وتاني بلاستيكا عدم دوء ندلكو فيها أولا نصرحوا فيها بالمدلك وما غاديش ندلكوها رقيقة ما غاديش نصرحوها يعني أجيمت وسطا مش ما جيناش قاسحا أنا غادي نوريكم في الأخير السمك اللي خاصة تكون علي أنا الخدمة بالبلاستيكا كتجيني حسن من الخدمة بالورق بالورق الطفخ كتجيني بلاستيكا زوينة الخدمة في السابلي يعني أنا هاد المرشم هو اللي عندي باش كان ديال البابيون يعني كل واحد الزواق اللي بغا يديرها السابلي ديالو أنا توفر لي هادا يعني عندي رجل زواقات غادي نوريكم من بعد الزواقات تانية يعني على هاد السمك غادي جينا السابلي ديالنا مغليدة مرقيقة كان بداون طبعه في السابلي ديالنا على هاد الشكل كانين شكيلات متوفرين بزاف يعني كل او اختياره غادي نفرشوا السابلي ديالنا اللاطا وغادي ندخلوه يطيب على نار متوسطى هادك العجينة اللي شطلينا غادي نزيدوها عجينة اخرى وغادي نبسطوها كدلك هنا عدنا الشوكولة عدرناه في حمام مريم هاد الشوكولة هوا باش نزينو السابلي ديالنا غادي نديروه في المول ديال البابيون ديال المرشن باش اه باش اقطعنا السابلي ديالنا غادي نعمروهم بالشوكولة لها الطريقة انا غادي ندير الشوكولة اسود وكدلك نفس الطريقة اللي عندي رحت الشوكولة ابيض يعني هاد المول ديال الطابع اللي طبعت به السابلي ديالي كيتباعو اشكال وانواع غزالين نعمو رحت الجنيبات باش ميبقوش خاولين باش مجينش الفراشة ديالنا مهرسة اولا ما كاملاش في الزوقة ديالها يعني نحاول ان نكملوا اللمول كله هنمشيوا على هالطريقة كيف مما قلت لكم هي عندي رحت في الشوكولة الابيض حتى هو غادي ندوبو في حمام مريم من الاحسن ولكن ما غاديش نوقفو حدا الشوكولة ديالنا ما غاديش نقاو نحركوه كل ساعة نديروه في هالطريقة باش تحت ما يتحرقش لنا كيجي هكا احسن كيبقى الماء تحت ما نوم سخنو يعني كيبقى دايب مدة اطول نحن اخدامين بيه هو مازالة دايب ما يزمنش لينو ضغية ما يقصحش ضغية انا زلتو شوية ديال الزيت نباتية مني كان كيدوب باش يترخب شوية لاجاكم عقد لاجاكم شوكول عقد وكنمشيوا على نفس الطريقة حتى كننسالي والمول ديالنا كله هنا من بعد مجمد لنا شوكولة ديالنا كنحيدوهم المول بهذا الشكل بسهولة كي تحيد كذلك كنحتى المول ديال السيليكون حتى هم منزيانين وفيهم اشكال زوينين يعني اللي كنمتوفر عندكم كنحيدوه بسهولة بهذا الشكل الشكل الثاني اللي قتلكم هو هادا هو هاد طابع هادا طبعتم على هاد الشكل دوا عندي المول ديالو كيجي هكا ذهبي لون صابلي ديالنا طيبناه على نار متوسطى هادا الشوكولة ديالنا مني كيجي هكا دم هاد زواقة كيجي هكا غزالة فوق صابلي هادي زواقة التانية تايتا الشوكولة دابا غادي نلسقوه باش عا نلسقو الشوكولة مع الصابلي ديالنا غادي نحتاجولي هنا يا غادي نحتاجولي من علقة ديال نباج مع الجوج معالق ديال القليكوز نباج غير باش كنرخفوه نديرو هم على نار حتى كي يدوبو كنزيدو هم اي نكهة متوفرة عندنا او لا اي نكهة اختاريناها انا هنا نكهة اللي عندي نكهة الكراميل ممكن تستعملون نكهة النوقة ولا السيترون ولا اللي اللي حبيته كنخلط نكهة ديالي مع الخالط ديال نباج ديال القليكوز وكان بدان ندهان في الصابلي ديالي هاد شكل وكان لصق عليه اه شكلات اللي من نفس زواقة ديالو انا اختصرت عليكم في هاد الفيديو بزاف ما بغيتش نطول عليكم حاولت نوريكم غير المفيد وبسرعة هنا عنا ناخدو كي غضوع نحيدولي داك الراس الرقيق وغادي نبدو نعمروا في هاد القنيتات ديال الشوكولة باش غادي نصقو عليهم هادك العقيق اللي كي تتباع عند مالين حلويات اللي كي يبيعو مستلزامات الحلويات هادك العقيق وكان مبدو نصقوه في القنيتات ديال بابيو كي اعتدتوه من در زوين هاد شكل كي يجغزال كمشيوا على نفس الطريقة كندهنو السابلي ديالنا الخاليط وكان نصقو عليه الفراشة اللي منذ وقتو شوكولاتا شوكولاتا كنعمروا هادك البليسات باش يشد لنا فيهم العقيق كنعمروهم بالخالي ديالنا بباجور غليكوز كلابو حتى على المنظر بالصابلي يعني في الحليوة يعني الماداق وحتى المنظر حتى العين كاتعشق حتى العين كتبغي تاكل هنا هادي زوقة تانية ديالنا كذلك استعملت كيف قلت لكم حتى الشوكولات الأبيض وهو على نفس الطريقة استعملت نفس الطريقة هنا عدنا الشوكولا هنا عدنا الصابلي ديالنا كذلك هادي هادي زوقة تانية اللي عندي هادي زوقة جديدة وزوينة حتى هي وكذلك غدي لسقوا عليها شوكولات ديالها وحتى هي غادي نوريكم كيفش غادي نزوقوها هادي شكيل ديالنا كيفش غادي نزوقوه هنا سوف نأخذ نبج والكليكوز لشاطلينة من طلساق ونأخذ الفواكه المعسلة سوف نقطعها رقيقة رقم اللي بنت لكم في الصورة عشان ما زال قطعتها ما زال رقيقة من بعد يعني رقيقة باش تخلموا بها مزيان باش تجيكم تخلمها مزيان وكن نحلطوها مع هد الحالث لشاطلينة ولا مش هد شيء ممكن نديروه من جديد كان نحلطوها مزيان تتعسلينا كان نأخذ فواكه دينا وكن نبدو نعمر بهم القليب الوسطاني اللي خاوي الشوكولة هذا الشوكولة كان عامر كله محنا كان نحيدو ذاك القليب الوسطاني للاسف كان يسحب لي صورت ولكن كانت الكاميرا طافية ما وردتكم مش كيفاش كان عصادر كله شكل اللي عادي تدير إلا كان شكل الوسطاني خاوي عندكم مربع او لقليب حالكات تعمروا بالفواكه الجافة وممكن تعمروا حتى بكوكا وكون كاسي ولا اللوز حتى واكي جغزال حتى المعداق حاضر نعمروا بالفواكه الجافة ونعمروا بالفواكه الجافة ونقلبوا عليها بعيد كان عمروا بهالطريقة هادي كان نضغطوا عليه دخول الداخل ما يبقاش هكا كطالع دك الشاشة اللي كنت لكم خصوية قطعة رقيق إلا كان كبير ما غديش يدخل طبعية الحال بحالكة كان قطعة رقيق وكان ندفعوه بسبعنا هندخلوه لداخل يجيش كله غزال بحال هكا حتى المعداق حاضر وكان نسقوا شكلاتة دينا وكان نسقوا شكلاتة دينا وكان أمرها بالفواكه وكان أمرها بالفواكه يمع السالة هات جو شكلات شاركتهم معكم كنت عندي 3 شكلات 8 مول ثالث قطالية ذاك الشاشة اللي كنت في الأول قطعة قسمت العجينة ديالي على ثلاثة شاركت معكم جو شكلات ليدرت ونتمنى يعجبوكم ونكون فتكم واختصرت عليكم وعيد مبارك سعيد